اشتركوا في القناة وبتوعي الناس على متابعة ناس بتقدم افكار حلوة زي كده او تقديل متابعة السوشيال ميديا بشكل عام والبحث عن بداية لتكون في صالح الجهد والوقت اللي بنبزله بدل من اضعاتهم في تلك الترهات والتفهات واللي اصبحت ادمان مش اقل خطورة من ادمان الكحولي والمخدراتي فيه كتب كتير حولت تقدم المشكلة دي وتعرضها وحولت على قد ما تقدر تقدم حلول لها ومن اهم الكتب دي كتاب بعنوان الماجريات للدكتور ابراهيم عمر السكران لو بصينا على عنوان الكتاب الماجريات من النحية اللغوية ما تعني الذي وجرى بمعنى حدث او حصل اي الذي حصل او حدث استفتح الشيخ كتابه بقصة طالب علم اراد ان يبدأ بحسه العلمي فجلس بعد صلاة المغرب عازم على التركيز عملي وقد جمع مراجعه وحاسوبه وأوراقه وأقلامه وكحال كتير مننا يعني امام مجرد ما التفت للتليفون وفتح برامج التواصل نسي تماما اللي كانوا يعملوا ليجد نفسه مستغرقا بعمق في التصفح حتى استيقظ على صوت صلاة العشاء وهكذا انتهى به الامر بان اضاع وقت بحثه فلم ينجز منه شيئا ورسالة الشيخ لا تعني أبدا الانقطاع الكامل عن الماجريات ولكن ضبطه بميزان عدل فتنفع بدل أن تدر والشيء إذا زاد عن حده انقلب لدده وقد ركز الشيخ في طرحه المتين المتزن على طربة العلم ومشايخه والدعاة والمصلحين نتيجة الشكاوي المؤلمة التي سجلها أهل العلم والدعوة والإصلاح وهذا ما يجعل هذه الشريحة من المعنين بخطاب الشيخ في الصف الأول قبل غيرهم من فئات مجتمع أما المدخل الثاني للكتاب بدأ فيه الشيخ في وصف إشكالية الانهماك السياسي الذي شغل كل وقت بعض الكوادر العلمية والإصلاحية واللي مع الوقت أصبحت متابعة الأخبار السياسية وتطورتها هي جوهر نشطهم اليومي بدل الانشكال بطلب العلم والدعوة التي هي واجبهم الأول لتنتهي القصة بأن يثقل عليهم الواجب ويشقه ويصبح التهرب وسيل التمادي في الخطأ باختصار الشيخ نجح في تشخيص المرض النفس المعروف بإضطراب إدمان الإنترنت والذي يشبه في أعراضه إلى حد كبير مرض الإدمان على المخدرات والكحل والقمار وكذل إخفاق الدراسة تدهور الأداء المهني وغيره من الأمراض أما المدخل الثالث في الكتاب فشخص فيه الشيخ لنهماك في متابعة هذه الأخبار والمهاطرات الفكرية عبر الهواتف الزكية بشكل مبالغ فيه لدرجة الوصول إلى ضعف الهمة ومحدودية منحطات التفكير وتظهر قوة هذا الفصل في استعراض الشيخ الكاتب لنمازج رائعة لخمسة أعلام من أعلام أمتنا المسلمة يدعمها بالشواهد والتحليلات لما سماه بالتوازن المثمر في هذه المسألة وبعد الدراسة تلك النمازج وصل الشيخ من جديد إلى أهمية فكرة التوازن في مسألة المهجوريات مع التسكير بأهمية صرف الأوقات والأعمار في التحصيل العلمي النافع ومع نهاية الكتاب يرى الكاتب ضرورة التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع حتى لن نتجاوز القدر الذي نحتاجه من هذه المهجوريات فنغرق غرقا سلبيا يمنعنا من الإنجاز والتقدم أو نأسر أنفسنا في مقاعد المتفرجين بدل المؤسرين المنتجين كما يرى ضرورة التمييز بين زمن التحصيل والمتابعة وزمن العطاء وفي هذا يضرب الشيخ المثال حول الشاب في سنوات الزابير التحصيل العلمي التي من المفروض أن تمثل مرحلة بناء لاعطاء وأيضا يرى ضرورة التمييز بين توظيف الآلهة والأرثهان للآلة توظيفها في نشر العلم والخير والدعوة والفقه والتدبر وتيسير العلم للناس والتوعية الحقوقية والطبية وغيرها بدل من الارتهان الذي هو التحول من الانتاج أشرف ما يكون في هذه الوسائل من العلم والإيمان إلى تلقي واستهلاك أدنى ما تنتجه تلك الشبكات من السوء والضلال والنحراب ومهاترات فكرية وشائعات سياسية وفي النهاية نقدر نلخص نهاية الكتاب في الآية الكريمة اللي بتقول ومن الناس ما يشتري لهو الحريس اللي يضل عن سبيل الله بغير عنه وفي وقت كتر فيه الكلام مؤل فيه العمل والإنتاج ما فيش حاجة صعبة أكتر من توهم المهجرياتي إنه في قلب عملية التغيير والتأثير في حين أنه ما يعرفش إنه هو مجرد متفرج على كل اللي بيحصل ده سلام